يا سعيدة وقتكم حبيبي إن شاء الله تكونوا بخير اليوم إن شاء الله رح أقدم لكم طريقة عمل محشي الملفوف الكورومب الياخنة نحن مستمع عنا بسوريا الياخنة بطريقة مميزة وطعمة بتاخد العقل بتمنى تتابع الفيديو للآخر أنه شرحت فيه كل الخطوات الأساسي اللي يطلع معكم أطيب محشي ملفوف بس قبل ما نبدأ بتمنى تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة بالزر الأحمر الأسفل الفيديو التي كبر عائلتنا الحلوة فيكم يلا مع بعض لنشوف المقادير وطريقة التحضير نحن بحاجة لثلاث كاسات رز أصير رز المصري منقوع في ماء باردية لمدة نصف ساعة ومصفين وكتير منيح من الماء بحاجة إلى لحمة لحمة على حسب الرغبة من ربع إلى نصف كيلو لحمة ومحتاجين لمعلقة زبدة أو سمنة طيبة ونحن بحاجة كمان إلى ربع حزمة بقدونس طبعا على حسب الرغبة إذا ما بتحبوه ممكن تستبعدوها محتاجين توم مهروس بندورة أو طماطم مفروم يفرم ناعم ومحتاجين لبهارات نعنعناشة فيعبة سبع بهارات رفيفل في الأسود وليمون ودبس رمان طبعا كن المقادير إن شاء الله رح أكتب لكم إياها في صندوق الوصف بالتفصيل ونحن بحاجة كمان إلى المكون الأساسي للطبخة هو الملفوف بحاجة إلى رأس ملفوف كبير أو رأسين صغارة حسب المتوفر عندك وهلأ طريقة تسل الملفوف بناخد الملفوفة مثل ما هي ونحززها بالسكين بشكل دائري من عند الأوراق ومنشيل تجويف منشيل قلب الملفوفة مشان يسل علينا شيل الأوراق وقت السلق وبعدها منجيب طنجرة ومنحط خيام ماي ونحطها على النار مع معلقة كامون لوقت الغلي بس غدت المي منحط رأس الملفوف مثل ما هو تقريبا دقيق أو دقيقتين ممكن لثلاث دقايق بصير بيطلعوا معنا وراء الملفوف بكل سهولة بصيروا جاهزين للتقطيع وبس بردوا وراء الملفوف اللي سلقنا منقطعنا على حسب الرغبة وانا قطعتوا نواسط متل مو شايفين طبعا التقطيع على حسب الرغبة ممكن تقطعي صغير وممكن تقطعي كبير وان شاء الله رح نزلكون طريقة سلق الملفوف بفيديو لحاله بالتفصيل وهلأ بعد ما خلصنا تقطيع الملفوف صار الخطوة الثانية اللي هي لازم نجهز الحشوة طبعا بناخد كل مكونات الحشوة اللي حكينا عنا مسبقا بنخلطها كلها مع بعضا ومنخلطها كويست أنا هون أضافت معلقتين دبس رمان والملح طبعا إذا ما تحبي دبس رمان وممكن تستبعديه ما بتحبي البقدونس ممكن تستبعديه بس بتمنى تجربي الطريقة متل ما هي وتعطيني رأيك فيها لأنه طريقة كتير طيبة وطعامي مميزة هلأ بنخلط المكونات كلها مع بعضا كويست بس منخلطها بالراحة مشان حبات الرز ما تتكسر معي وهي كصارت الحشوة جازي هلأ صار عنا وقت إن نحشي الملفوف وهلأ بنجي بورق الملفوف اللي قطعناه منحط في قلب على طرف حبة الملفوف منحط الحشوة طبعا الحشوة على حسب الرغبة وطريقة اللاف ممكن تعمليه أنت حبة الملفوف كبيرة ممكن تعمليه حبة صغيرة كمان على حسب الرغبة بس أنا بحب حبة الملفوف وسط والحشوة اللي بقلب الملفوف كمان وسط مثل مو شايفين أنا حطيت الحشوة على طرف الملفوف ولفيتها بالراحة شوي شوي وضغطة من الطرفين منشان تمسك معي كتير مني حبة الملفوف وهيك صارت جازة وطبعا حبايبي منلف الورقة مع اتجاه عروق الورقة مشان لما تلفي الورقة تطلع معاك بطريقة حلوة مثل مو شايفين أنا بلف الملفوف بنفس اتجاه عروق أو ضلوع الورقة وطبعا بتقدري تسكري الورقة من جهة من الأطراف أو ما بتقدري ما تسكريهم من أي جهة أنت على حسب الرغبة لأنه إحنا لبعد ما ما نحطهم ننصفهم بالتنجرة وما نحط عليهم تقل فنضمن أنه ما يطلع الرز وإذا حسيت أنه في شيء زيادة من الأطراف منقدر نقطعهم بالسكين وهيك حتى نخلص كل ورقات الملفوف طبعا لف ورق الملفوف ما بياخد وقت مثل ورق العناب أنا على الواقف لفيتهم تقريبا أخذوا معي نص ساع وكانوا كلهم تقريبا خالصين يعني لفهم حلو وممتع وما بياخد وقت وطبخة بتطلع كتير طيبة ومميزة شايفين مثل ما شايفين أنا هيك خلصت وهلأ منجيب الطنجرة اللي بنطبخ فيها الملفوف ومنحط بسفل قطع اللحمة وإذا ما بتحب اللحمة أو ما أنا بتوفرها عندك ممكن تستغني عن وجود بالموجود ومنحط كمان توم مثل ما هو راس مقطع في الوسط مثل ما أنتوا شايفينه بحط جزء منه في أسفل الطنجرة والجزء الثاني في أعلى الطنجرة بعد ما رسيت وحطيت حبات الملفوف مثل الشكل اللي انتوا شايفينه وبعدين بجيب صحن وبحط تقل عليها طبعا هلأ صار وقت نجه الصوص اللي بتضيفه على الملفوف لوقت الطبخ والصوص هو عبارة عن مي دبس رمان ملح ليمون ونعنع وطبعا منقدر نضيف الحمض هلأ في هاي المرحلة في أول الطبخة أو منقدر نستغني عنها ومنضيفها في آخر عشر دقايق من وقت بتستوي الطبخة يعني أنت حسب ما بتحبي حطيها وطبعا أنا بضيفها من الأول ونفس النكا ونفس الطعم والاستيواء هو نفسه ما بيتغير أبدا وهلأ متر مو شايفين أنا حطيت التقل على الطنجرة وحطيت على النار بستنى عليها لوقت اللي تغلي بس غليت الطنجرة من نوس النار ومنتركها تغلي من ساعة إلى ساعة ونص تقريبا ممكن تحتاج إلى ساعتين لحتى تستوي عندك الطجرة طبعا أنت بتدوقي بتشوفي درجة الاستيواء اللي بتحبيها وإذا حبيتوا الوصف يا حبايبي بتمنى تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وإن شاء الله فشوفكم بفيديو جديد